اشتركوا في القناة بالاختبار رقم تمانية موجود معنا صفحة تلتمية واربعة كتاب اول سؤال مع بعض زوجة الكروموسومات الاصغر في الحجم من زوج الكروموسومات رقم كام رقم سبع بالطرز الكروموسومي للانسان هما الزوجان يا ترى رقم كام وكام طب لو احنا فاكرين مع بعض ان عندنا حاجة اسمها اللي هو الطرز الكروموسومي طرز كروموسومي يعني طرز الكروموسومي لو عبارة عن ترتيب الكروموسومية تنازليا حسب ايه حسب حجمها ثم ترقيمها يبقى مين اللي بيجي في الاول اللي هو اه اول واحد عندي رقم واحد ها حسب ايه حسب حجمها وحسب ايه ترقيمها يعني هنا الترتيب ايه ترتيب تنازلي ترتيب ايه تنازليا فهنا رقم الف عندنا فقول لي رقم احنا عاوزين نخلي بالنا ايه الاصغر الاصغر في الحجم من رقم كم من رقم سبعة فعندنا رقم خمسة عندنا اول حاجة كده رقم خمسة ورقم ستة طب هما الاتنين بيجوا قبل مين بيجوا قبل رقم سبعة معنا كده هما الاتنين اكبر من مين اكبر من اللي هو رقم سبعة وبالتالي ما نفعش معنا احنا عاوزين اصغر مش اكبر رقم بيه رقم ستة طب رقم ستة بيجي قبل مين قبل سبع يعني أكبر منه وبالتالي ده غلط بنسبانا رقم تمانية هيجي بعد منه يعني أصغر منه ده صح بس أصبحت فيه واحدة غلط فأصبحت العبارة كلها غلط رقم جيم رقم ستة بيجي قبل مين قبل رقم سبع يعني أكبر منه وبالتالي كده العبارة أصبحت غلط تلاتة عشرين صح علشان ده أصلا مفروض ترتيبه فين المفروض أصلا بيه لله وزوجه كرموسومة رقم كام رقم سبع وبالتالي ده صح بس أصبحت العبارة كلها غلط بالنسبانا رقم ده طبعا ديه الإجابة الصح عندنا أولا الرقم تمانية ده بيه لي بيجي بعد رقم سبع يعني أصغر منه الحاجة التانية عندنا اللي هو تلاتة وعشرين ده طبعا ده بيه لي اللي هو زوجه كرموسومة رقم كام رقم سبع يعني أصغر منه فإذا ده بالنسبانا ايه الصح عندنا إذا علمتنا الاسم العلمي لنبات الفول فإن هزين المقطعين يدلان على احنا عارفين طبعا الاسم الأولين ده بيدول على مين على اسم اللي هو الجنس جنس والتاني ده بيدول على مين على إيه على اسم إيه على اسم النوع والتاني ده بيدول على مين على اسم النوع زي ما احنا قلنا طيب ده مع بعض كده على الاختيارات فهنا بقول لي شعبة وعائلة لأ احنا قلنا جنس ونوع بالترتيب كده آآ عائلة وردبة لأ جنس ونوع طبعا دي الإجابة الصح عندنا بالإجابة رقم جيم فصيلة ونو لا أي العبارات الآتية غير صحيحة يعني هندور على عبارة غلط أول عبارة عندنا الفصيلة احنا عارفين لو احنا فاكريين مع بعض ان عندنا فصائل الدم أربع فصائل نفتكر معها ده بسرعة كده عندنا فصيلة A و B و A B والفصيلة O دول الأربع فصائل اللي احنا خدناه كل فصيلة ينفع يدي لدم واحد مشابه له يعني الفصيلة B يدي الواحد ممثل له A B نفس الكلام والA يدي الواحد مشابه له والO يدي الواحد A و زيه و عندنا في نفس الوقت عندنا اللي هو الO ده كنت بسميه معطي عام يعني ينفع يدي لجميع الفصائل يبدا و عند اللي هو A B ده كنت بسميه مستقبل عام يبدا معطي عام ينفع يدي لأي فصيلة و في نفس الوقت اللي هو A B ده بسميه مستقبل عام ينفع ياخد الدم من اي فاصلة تانية تعالوا نشوفوا الاختيارات كده مع بعض فبقول الفصيلة AB سالب AB سالب لا يديت يمكن نقلها لمريض فصيل الدمه AB موجب احنا لسه قلين الAB ينفع يدي الAB بس المشكلة عندنا هنا ايه ده سالب وده ايه وده موجب طيب هنسى نفسنا سؤال هل ينفع RH سالب يدي الRH موجب ينفع او لا ايه وينفع ينفع ليه علشان ده اصلا ما عندوش مولدات الاتصاق الخاصة بمين بيعمل مين عامل RH وبالتالي ينفع انما العكس لا فاذا ده سالب ما عندوش من لايه مولدات الاتصاق خاصة بيه RH ده عنده فاذا ممكن يدينه فبالتالي العبردة صح احنا ما ندور على الحاجة غرق خليبنا رقم بيه الفصيلة O نخلينا في الفصيلة بس الاول يمكن نقلها لمريض فصيل الدم و AB احنا لسا قللين الO اسمه ايه معطي عام يعني ينفع يدي لأي حد فاذا ده الحد دلوقتي صح بس المشكلة فين هنا قال لي هنا ده ايه موجب وده ايه سالب هل ينفع الموجب يدي للسالب لا ما ينفعش ليه علشان قلنا الموجب ده عنده ايه عنده اللي هو مولدات الاتصاق عنده ايه مولدات ايه التصاق اللي هي خاصة مين بعمل مين بعمل ايه روسيوس وبالتالي هنا لما ينقل اللي هو الدم اللي هو فاصيلة اللي هو الدم اللي هو RH سالب هيبدأ ينبي اللي هو الجزء المناعي بتاعه علشان ينتج مين اجسام مضادة تمام الاجسام المضادة اللي هي تطلع دي تنوها قصر اللي هي خلايا الدم الحمراء وبالتالي كده هي ايه هيعمل له مشكلة ويعمل له تغلط فين في الدم وبالتالي ده الغلط اللي احنا ما ندور عليه باتي كده العبارة دي ما تنفعش ده الغلط رقم جيم الفصيلة O يمكن نقلها لمريض فصيلة دمه ايه بي احنا نسألين لأو معطي عمفة بالتالي ينفع طب تعالى كده موجب لموجب هل الR H موجب ينفع يدي لR H موجب ايوه ينفع فيش مشكلة والسالب يدي للسالب انما الوحيد اللي ما ينفعش اللي هو الموجب لأيه للسالب فاذا دي هيت عبارة صحة بالنسبان رقم دل الفصيلة O سالب يمكن نقلها لمريض فصيلة دمه ايه بي احنا قلنا القو ينفع يدي لأي حد عند هنا السالب زي ما احنا قلنا يدي المين يدي الموجب انما العكس ولا ما ينفعش فاذا دي عبارة ايه صح بل وحيد اللي غلط اللي هي رقم مين رقم بي اي مما يلي لا ينطبق على الصفات التصنيفية للنباتات التي تنتمي الى زواد ايه يعني معنى كده ان في حاجة غلطة عندنا هنا هنبدأ ندور عليها تعال نشوف كده مع بعض اول حاجة عندنا كده اللي هو مديني الظهر زي ما احنا شايفين هنعد المحيطات الزهرية هده واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية ده هنا فيه تمانية واحنا عارفين طبعا اللي هي المحيطات الزهرية فيه اللي هي نباتات زيت اللي هي الفلقتين بيكون اربعة او المضاعفات بتاعتها الثمانية من المضاعفات مين لاربعة فاذا دي صحة بالنسبة احنا مندور على حاجة غلط رقم بيه زي ما احنا شايفين هنا اللي هي الحزم المعائية مترتبة فيه حلقة بي الصق وبالتالي الكلام ده صح ده موجود فين فيه اللي هي زيت اي زيت الفلقتين رقم جي ما عندنا نعد كده اللي هي المحيطات الزهرية هده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست ده هنا فيه ست طب الست دي بيكون موجودة عند مين دي بيكون موجودة عند اللي هي نباتات اللي هي زيت الفلقة الواحدة ليه علشان المحيطات الزهرية عندها بيكون تلاتة سلاسية يعني او مضاعفاتها يعني تلاتة ستة تسعة اتناشر وهكذا وبالتالي دي الغلط اللي هي عندنا رقم دال الجزر زي ما احنا شايفين عبارة عن جزور ايه عبارة عن جزور ايه عبارة عن جزور ايه اواتة دية وطبعا ده بيبقى موجود فين فين زيت ايه في النباتات زوتة مين الفلقتين فإذن دي كمان صح بالنسبة لنا يبقى الواحدة اللي غلطة ليه مين رقم مين رقم جيم عندنا يعني الاجابة رقم جيم عدد الكرموسومات فيه انسة متلازمة دون طب انسة متلازمة دون كان كام اصلا كانت عبارة عن خمسة واربعين زائد ها انسة يعني اكس اكس طب دول عددهم كام خمسة واربعين واثنين ابو كام سبعة واربعين كرموسوم يبقى العدد عندي كام سبعة واربعين كرموسوم فبقول اللي تساوي عددها في كل مما يأتي معادة يعني كل اللي جاي ده فيه عنده سبعة واربعين كرموسوم معادة واحدة بس ما عنداش ايه سبعة واربعين كرموسوم ندور عليها كده اول حاجة رقم الف زكر متلازمة دون دون يعني خمسة واربعين زائد زكر اكس واي صح خمسة واربعين واثنين ابو كام سبعة واربعين ينفع معي لا ما ينفعش احنا عاوزين معادة الانسة تينر الانسة تينر كانت عبارة كام عبارة عن 44 زائد X0 45 و 1 بو كام 45 كرموسوم في زندج الاجابة اللي احنا متدور على دي اللي هي معادة دي الوحيد اللي عندها كام 45 كرموسوم تعال نتأكد الانسة التضافي الجنسي اللي هي 3X الانسة يعني اللي هي 44 زائد 3X 44 و 3 بو كام 47 كرموسوم احنا عاوزين معادة 47 ما ينفعش معنا رقم ديل زكر كلين فيلتر الزكر اللي هو عبارة عن 44 زائد X X Y 44 و 3 بو كام 47 كرموسوم لا ما ينفعش معنا يبقى كده الاجابة اذا ما احنا اتفقنا رقم مين رقم بي الكائن الحقي الذي امامك يتغزى عن طريق التركيب رقم كام يطرى ايه اللي قدامنا ده ده اللي هو قدامنا ده عبارة عن اللي هو البراميسيوم البراميسيوم رقم واحد ده ليه اللي قدام ده والله رقم واحد اللي قدام ده اسم Haw Inc orden 9 المنقبضة عقم اثنين دي love عبارة عن نواة كبيرة نواة كبيرة طبعا النواة الصغيرة اللي هي تحت منها دية عندي هنا بعد كده اللي هو رقم 3 ده بسميه ميزاب فمي. رقم اربعة ده مشاعر على مين? على اللي هو ايه? الاهداب. طبع الاهداب بيستخدمها فين? في الحركة. ودلوقتي عاوز مين? عاوز اللي هو بيتغزى عن طريقه. طبعا بيتغزى عن طريق مين? اللي هو رقم مين? رقم تلاتة عندنا اللي هو اسمه ايه? الميزاب اللي هو الفمي اللي هو بيستخدم فين فيه اللي هي ايه عملية اللي هو التخزية. اما رقم واحد ده اللي هو الفجوة ده بيخزن فيها اللي هي بعض اللي هي الفضلات اللي حين ايه التخلص ايه منها رقم رقم اربعة ده لوع ايه بيتم عن طريق اللي هو ايه الحرقة وطبعا اتنين دي عبارة مين عبارة عن النواة اللي بتتحكم فين في نشاط مين الخالية يبقى كده اللي جاء بها رقم مين رقم جي ما عندنا اللي رقم كام رقم رقم ثلاثة ما الطرز الجيني لصفة ما لأحد الأفراد إذا كانت نسبة الأمشاك ذات التركيب الجيني اللي هما الاتنين كابتال دولة س واي كابتال هما الاتنين خمسة وعشرين في المائة يا طرح ينفع معايا التركيب اللي قدامه ده طب دلوقتي هنا عشان اخد واحد من ده مع ده وده مع ده هما الاثنين شكل بعض وازا ما احنا شايفين يعني ناخد واحد من ده واحد من ده يعني يطلع لي كام س اللي هو واي وهنا النسبة كام مية في المائة وهو اعوitates نسبة كام خمسة وعشرين في المائة يعني غلط ما ينفعش رقم بيها طب لونا خدت ده مع ده يعني يدين S capital Y capital وده معده يعني S capital Y small ده نسبتك ده كام اللي هو بسألنا عليه 50% 50% وبالتالي ده بنسبة لنا غالب بردك احنا عاوزين 25% طب نيجي نبص رقم G هناخد ده معده يعني S capital Y capital وعند S small مع مين مع Y capital اللي بسألنا عليه هو نسبته كام قدامي ده 50% يبقى غلط احنا عاوزين 25% نيجي هنا طبعا ده هيدين 4 امشاك ده الاول ده التاني ده اول ده تاني اول مع اول هيبقى الدين S capital Y capital اول مع تاني S capital Y small تاني مع اول S small Y capital التاني مع التاني الاتنين small ده اللي بسألنا عليه هنا نسبته كام قدامي ده 25% ده 25% ده 25% ده 25% يبقى اللي هو عاوزه كام نسبته 25% اللي هو عاوزه في ازن دي لجابة الصحة عندنا رقم مين رقم دال عند الانتقال من شعبة الديدان المفلطحة الى الاستوانية وصولا الى الحلقية يا طريق اللي بيحصل طب نفتكر مع بعض كده هنا بيسأل على مين على التطفل واللي هي المعيشة الحرة لو احنا فاكرين اللي هي الديدان اللي هي المفلطحة كان معظمها متطفل والقليل منها ايه اللي هو بيكون حر اللي هو المعيشة ده بالنسبة مين لمفلطحة عندنا بعد كده اللي هي الديدان اللي هي الاستوانية كان في بعضها بيعيش متطفل والبعض التاني ايه بيعيش ايه حر المعيشة عندنا اللي هي الديدان اللي هي الحلقية كان عند القليل منها كان بيعيش متطفل وكان معظمها بيعيش ايه حر ايه حر المعيش معنا كده لما ببدأ اتنقل من اللي هي المفلطاحة الى الاستوانية الى الحلقية مين اللي هيبدأ يحصل معايا هيبدأ هنا اللي هي التطفل هيبدأ يقلي معايا ويبدأ يزيد معايا مين يبقى هنا القاعدة بتاعتنا يقل التطفل ويزداد وتزداد المعيشة الحرة الحرة الكلام ده لما يحصل ايه رقي للكئن الحي طبعا هنا لما بيتنقل من المفلطاحة للإسطانية للحلقية بيزداد ايه رقي من الكئن الحي فهنا بقول لها رقم ألف يزداد التطفل طبعا الكلام ده غلط هي مفروض بيقل التطفل يقل التطفل صح وتزداد المعيشة الحرة يبايزين دي الإجابة الاتنين كده صح بالنسبة لنا رقم جيم يقل التطفل صح ويزداد الافتراس لا ما فيش هنا افتراس رقم ده تقل المعيشة الحرة لا مفروض تزيد المعيشة الحرة ويقل مين التطفل اصبحت دي غلط يبا كده الإجابة رقم مين رقم بها يتكون صبوكولوروفيل في نبات الزورة في حالة احنا عارفين هنا في شرطين اساسيين عندي عشان هنا يكون عندي صبوكولوروفيل اول حاجة اول شرط عندنا لازم يتوافر الجين يبقى اول حاجة توفر اللي هو جين اللون الاخضر ده اول شرط عندنا الشرط التاني لازم يتوفر اللي هو مين اللي هو الضوء يبقى زائد مين زائد الضوء لازم هما الاتنين مع بعض لو حاجة موجودة او تاني مش موجود هنا مش هيقدن مين الى تكون صبوكولوروفيل نشوف الاختيارات كده اول حاجة بيقول لي وجود جين كولوروفيل صح وعدم التعرض للضوء طبعا دلوقتي لو حصل هنا عدم تعرض للضوء هنا هيكون لي ورق ابيض زي بتاع الكورومب اللي هو اوراق الكورومب الداخلية وبالتالي هنا الصبوكولوروفيل اللي لم يظهر بالنسبة لي وبالتالي ما ينفعش احنا قلنا لازم الشرطين يكونوا موجودين رقم بين بقول لي غياب جين كولوروفيل ده مش موجود وده موجود يبقى اذا نعمل به ايه احنا قلنا لازم الاتنين موجودين رقم جيم غياب جين كولوروفيل اصبح غلط احنا لازم قلنا يكون موجود وعدم التعرض للضوء ده هما الاتنين مش موجودين طبعا هنا الصبوكولوروفيل لم يتكون رقم دل وجود جين كولورفيل صح يبقى ده موجود عندنا الحاجة التانية هو التعرض للضوء يبقى صح عندنا زي مين كده زي اوراق الكورومب ايه الخارجية كان لونها اخضر اخضر ليه علشان جين اللون الاخضر موجود ده اول حاجة والحاجة التانية بتتعرض لايه للضوء الكائن الحقيقي الذي يتواجد في هذا الشكل هو ايه اللي قدامي ده طبعا اللي قدامي ده عبارة عن مين عبارة عن الهايدرة الهايدرة وطبعا زي ما احنا شايفين عنده اللواء خيط طبعا ده بياتبع شعبة مين اللواء ايه اللاسعات عنده خيط زي ما احنا شايفين والله قدامي ده عبارة عن ايه عبارة عن اللي هي ايه مسامها شويكات فكده اللي جابة يجلينا كلامي دمونس هيدرة طبعا اللي جابة عندنا ايه اللواء ايه الهايدرة فسر تتحور الاطراف الخلفية ما بولش الامامية خلي بالي خلفية فيه اطيور تكيفا مع طبيعة الحياة طب نفتكر كده عندنا اول حاجة اللي هي الطيور اللي هي اكلة اللحوم طيور الجارحة اول حاجة عندنا الطيور الجارحة الجارحة زي ايه زي اللي هو الصارق او النسر ماله بيكون عنده اللي هي الارجل بتاعته الارجل بتاعته اللي هي الخلفية بيحصل فيها تحور فبيكون عنده أربع أصابع الأربع أصابع دي بتنتهي تنتهي بمخالب حدة قوية في منهم بيكون فيه تلاتة ناحية أمامية ثلاثة منها أمامية والإصبع الرابع خلفي ليه؟ علشان لإحكام القبض على الفريسة دي أول حاجة اسمها طيور إيه؟ طيور اللي هي الجارحة عندنا مثلا هي بعض اللي هي طيور اللي هي بتتغزى أو بتعيش فيه المياه الضحلة الطيور التي تعيش فيه المياه الضحلة الضحلة اللي هي القليلة يعني بيكون عندها زي مين كده زي مثلاً اللي هو أبو أردان أو الهودهود الطيور دي تنواء الرجلين بتاعتها بيكون طويلة رفيعة أرجل طويلة رفيعة بتنتهي بأصابع دقيقة أو بيسمها رفيعة ليه؟ علشان تساعدها على المشي فيه اللي هي وجود الماء الحاجة الرابع عندنا الحاجة التالتة عندنا اللي هي الطيور اللي هي تتغزى على اللي هي الطحالب والأسماج الطيور التي تتغزى على الطحالب والأسماج زي مين كده زي مثلاً اللي هو البط أو الأوز فعندنا هنا الرجل بتاعتها بتنتهي بأصابع بيسمها أصابع مكففة تنتهي الأرجل بأصابع مكففة عم زي كف كده فيه بينها جلد ليه؟ لتساعدها على العومة استخرج غير المناسب فيما يالي أول حاجة عندنا كده صفة إنتاج اللي هي الحليب احنا عارفين طبعاً ديت عبارة عن ايه؟ صفات مرتبطة بالجنس يبقى ديت عبارة عن صفات مرتبطة بالجنس صفة وضع البيض نفس الكلام صفة مرتبطة بايه؟ بالجنس صفة ظهور اللحية بردك صفات مرتبطة بايه؟ بالجنس صفة الكورون في الماشية دي عبارة عن صفات متأثرة بالجنس وهنا بقول لي إيه؟ استخرج غير المناسب من غير المناسب طبعاً مين؟ لصفة الكورون في الماشية إنما الثلاثة الثانيين دول عبارة عن صفات مرتبطة بالجنس إلي أي شعبة ينتمي الكائن الحي المقابل إيه اللي قدامنا ده؟ طبعاً ده عبارة عن مين؟ عبارة عن ريشيا الريشيا طبعاً نبات ده عمين؟ بيات بعلاوة مملكة النبات شعبة الحززيات صحح الخطأ في العبارة التالية يعني العبارة اللي جادي غلط الصفات الوراسية المتقابلة يعني مثلاً صفة طول اللي هي الصاق أو صفة كسر الصاق أو مثلاً اللي هو اللون القرمزة في الأزهار واللون الأبيض اسمها صفات متقابلة التي تختفي في الجيل الأول تختفي في الجيل الأول مش هتظهر معي وتظهر في الجيل التاني تعبر عن سيادة تامة؟ ها؟ هل عندي اللي هي السيادة التامة؟ هتختفي معي في الجيل الأول؟ طبعاً ده بتظهر في الجيل الأول بالنسبة 100% لأن هنا بكلمنا على مين؟ على الجيل الأول وبالتالي الكلام ده هنشيل كلمة اللي هي السيادة التامة دية ونكتب مكانها إيه؟ اللي هي انعدام مين؟ انعدام اللي هي السيادة يبقى نفس العبارة كده بس هنكتب هنا حالة انعدام السيادة زي مثلاً وإحنا فتقرنا كده اللي هو لون الريش في الدجاج الأندلسي لما كنت بعمل تزوج بين اللي هو ديك اللي هو أسود الريش مع دجاجة اللي هي بيضاء الريش كان عندي في الجيل الأول بيطلع لي صفة جديدة خالص اللي هو اللون مين؟ اللي هو اللون اللي هو الازرق الريش أزرق فكان عندي هنا صفة إيه بتختففين في اللي هي هن전� أجل إيه؟ في الجيل الأول طبعاً ده هنكتبة سماية إيه؟ انعدام مين؟ اللي هي السيادة إلي أي طائفة ينتمي الكائن الحي الذي أمامك؟ إيه اللي قدامنا ده؟ ده عبارة عن سمكة القرش؟ سمكة مين؟ اللي هي القرش؟ طب دلوقتي أعوز مين؟ أعوز طائفة بتاعتها فأقول له كده مملكة الحيوان مملكة الحيوان شعبة الحبليات شعيبة الفقريات الطائفة اللي هو عوازها بقى طائفة الأسماك الغضروفية بقول لي وما الأسباب التي بنيت عليها إجابتك من خلال فحص الشكل الخارجي يعني ايه الحاجات الخارجية هنا في الكاني اللي قدام ده خلينا نقول عليه أن هي أسماك إيه أسماك اللي هي غضروفية نقول له كده رقم واحد عندنا الجسم مغطى بكشور تشبة الأسنان لازم نقول حاجات خارجية يخلي بنا عندنا مثلا اللي هو الفم عندنا اللي هو من ناحية إيه البطنية الفم بطني بطني يعني إيه؟ يعني من ناحية إيه البطنية عكس مين عكس اللي هي الأسماك اللي هي العظمية كان في مقدمة الفم عندنا الزعانف بيكون زوجية الزعانف زوجية عندنا بردك من دون الحاجات اللي هي الفتحات الخيشومية غير مغطاة بغطاء خيشومي الفتحات الخيشومية غير مغطاة بغطاء خيشومي كل ده حاجات ظاهرية بالنسبة مين لسمكة مين لسمكة اللي هي القرش أمامك نوعان من الكائنات الحية واحد واثنين واحد طبعا ده عبارة مين عبارة عن تحلب الكلاميدو مونس التاني طبعا ده عبارة عن مين عبارة عن تحلب إيه؟ تحلب لسبيرو غيره فهنا بقول لي هنا وضح وجها للشابه وآخر للاختلاف بينهم عاوزين حاجة شابه وحاجة ايه اختلاف فأول حاجة عندنا واجه مين؟ واجه اللي هو الشابه والله هو واجه الشابه بينهم انهم الاتنين تابع مين؟ تابع اللي هي شعبة مين؟ اللي هي شعبة اللي هي الطحالب الخضراء يبقلوا شعبة الطحالب الخضراء عندنا برده كومة الاتنين عبارة عن كائنات زيتية التغذية زيتية التغذية ده أوجوية شابه هما الاتنين عندهم ايه؟ بل السيدات ايه؟ خضراء عاوزين بعد كده اللي هي واجه ايه؟ وجه اللي هو الاختلاف وجه الاختلاف والله عندنا اول حاجة اللي هو الكلاميدومونس ده عبارة عن اللي هو تحلب وحيد الخلية وحيد الخلية اما الاسبيروغيرا ده عبارة عن عديد الخلية عديد الخلية عندنا اللي هو الكلاميدومونس البلاستيدا عنده بيكون فنجانية الشكل البلاستيدا فنجانية الشكل شكل فين جنزة ما احنا شايفين اما هنا البلستيدا بيكون حلزونية البلستيدا حلزونية حلزونية الشكل عندنا برضك هنا فيه اصوات هنا لا يوجد ايه اصوات يوجد اصوات هنا لا يوجد اصوات كل ديات فروق ايه بينه الشكل المقابل يبين تفاعل مضاد اللي هو بي مع فصال الدم الاربعة التي يرمز لها بالرموز وي وان وطو وإكس وان وإكس تو علما بان هنا مديني دي يعني تعتبر فصال الدم وهنا بقول لي علامة اللي هي الموجب دي معناها بتمثل التصاق اللي هو تخصر يعني السالب ده معناها اللي هو عدم حدوث اللي هو تخصر اللي هو عدم التصاق وهنا قال لي هنا معلومة ان اكس واحد ده عبارة مين عبارة معطي عام طب احنا عارفين مين المعطي العام والله المعطي العام اللي هو مين فصيلة اللي هو او يبقى اكس وان ده اللي هو عبارة مين فصيلة او عشان اوه زي ما احنا عارفين معطي عام طيب اكتب ما تدول عليه الرموز اللي هي قدام دي طب تعالى نكمل الرسمة دي الاول والنف المدينة مش هزاي هو دلوقتي قال لي ايه هنا قال لي مضاد مين مضاد بي طب احنا عارفين اللي هو مضاد بي ده بيبدأ هنا يؤدي لحدوث تخصر في حالة اللي هي الفصيلة مين اللي هي بي او اي بي دلوقتي ده اللي هو مين معطعم فهي الدل ده وده خد منه تمام وده اللي هو المقابل له يعني ده خد من كله زي ما احنا شايفين فعند ده اللي هو ويتو خد من جميع الفصائل خد من ده ومن ده سهم رايح معي معنى كده ده بيما سلمين اللي هو اي بي عرفنا منين كمان هنا يحصل تخصر مع مين مع اللي هو انتي اللي هو بي احنا عرفين انتي بي مع اللي هو هيعمل تخصر مع ح Advisor مع اللي هو الفصيلة اللي هي بي والفصيلة اي بي فده كده بالنسبنا اي بي طيب تعال نشوف هنا كده هنا لم يحدث تخصر يجيب هنا وعنده هنا مضاد اللي هو بي مع اللي هي فاصلته الدم اللي هنا لم يحدث مين؟ لم يحدث تخصر طالما هنا محصلش تخصر معنى كده حجم الأثنين يامminist ايه؟ يامت او طب ان او هنا حطيتها فوق يتفضل لمين ايه يبقى ده عبارة ايه الفاصيلة ايه هنييجي هنا هتفضل لمين طبعا هنا اللي هي الفاصلة مين اللي هي بي لان هنا كمان حصل ايه حصل تخصر يبقى ده بيمثل المين اللي هو البي يبقى عند هنا فصل الدم ده O ده B ده AB وده اللي هو مين اللي هو A فهنا بقول لي هنا اكتب ما تدل عليه الرموز اللي هو X2 X2 عندها اللي هو مين فاصيل A يبقى X2 ده عبارة فاصيل مين A Y1 Y1 اللي هو مين اللي هو ال B تمام ده أول حاجة كده السؤال التاني بقول لي ما احتمال ظهور فصل الدم X1 اللي هي ال O يعني اللي هي ال O بين الابناء عند زواج امرأة فاصيل الدمها Y2 فين Y2 Y2 اللي هي AB يعني يبقى عندنا كده اللي عند زواج امرأة الانسة الانسة مالها فاصيل الدمها Y2 Y2 اللي هي عبارة عن مين Y2 اللي هي AB قدامي Y2 اللي هي AB يبقى الانسة كده AB علامة التزوج نشوف الزاكر كده ايه من رجل فاصيل الدمه X1 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 قدامنا اللي هو مين اللي هو ال O يبقى الرجل عبارة عن مين عبارة عن ال O يبقى الرجل اللي هو O وإحنا دلوقتي بندور على مين على الفصيلة ايه اللي احنا عاوزيننا تطلع معنا اللي هو مين اللي هو O خلي بالي ما نساش طيب نكمل كده على هيئة مسألة هنطلع كده طبعا ده اللي هو B1 هنطلع اللي هي G1 واللي هو F2 F1 هنا طبعا الأمشاجن تلاحظ هنا الاتنين مختلفين هننزلهم هما الاتنين ده المشيج الاول ده التاني هناخد واحد من دول عشان الاتنين شكل بعض بعد كده عندنا اللي هو الاول مع الاول ده معده هديني A O ده معده B O طبعا ده بيعبر عن فصيلة مين اللي هي ايه ده بيعبر عن فصيلة مين اللي هي B النسبة هنا كان خمسين في المية وهنا كان خمسين في المية طيب هو طالب مني ايه قال لي هنا محتمال ظهور فصيلة الدم اللي هي X1 اللي هي مين اصلا اللي هي ال O هل هنا طلع عندي هنا فصيلة O ده اللي طلع عندي والله اللي هي A و B يعني معنا كده الاحتمال هنا اخذ ظهوره قد ايه 0% يقول له احتمال ظهور الفصيلة فصيلة الدم X1 اللي هي O كام تساوي 0% يا ربكم فهمنا ما تنسانش من صالح دعواتكم انا معكم استرطار و الى اللقاء ان شاء الله في بداية القادمة والسلام عليكم ورحمته وبركاته